موسيقى مشاهدينا عاصمة ومرحبا بكم هذه حالة التقس لليوم تبقى درجات الحرارة مستحبة اليوم تروحت ما بين 30 إلى 35 درجة بأغلب الجهات سجنا 33 درجة بتونس العاصمة وكنت أقل شوية بالمرتفعات كما نشوفوا حتى سلسل صور القمر الاستناعي كان فيما بعض السحب المتفرقة على أغلب المناطق وتقس عامة كان صافي بكافة الجهات بالنسبة لليوم في الليل كذلك يبقى فيما بعض السحب المتفرقة على أغلب الجهات ودرجات الحرارة بيش تتروح ما بين 22 إلى 26 درجة أقل شوية بالمرتفعات بالنسبة الغدوة التقس يتواصل في بعض السحب على أغلب المناطق درجات الحرارة تكون في حدود 36 بتونس العاصمة 35 ببنزرد 36 ببيجا 36 كذلك بيجندوبة 34 بكل من نابل وبيق ليبيا بيزغوين تكون في حدود 37 درجة 34 بكل من سوسة والمونستير 33 بالمهدية 34 بيسفيقس بالنسبة للقيروين تكون في حدود 38 درجة 37 بيستي بوزيد بيجيب 36 درجة بيقفصة تكون في حدود 35 36 بتوزر 37 بيكبلي بمدنين تكون في حدود 38 درجة 37 بتطوين 36 بأقصى الجنوب نتعادل للميليحة والصيد البحري البحر يكون قليل الافتراب في مضطرب بالسواحل الشمالية الريح تكون شمالية غربية شمالية غربية كذلك في خليج تونس سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تصل بعد الظهر إلى 25 عقدة بالنسبة لخليج الحمامات البحر يكون قليل الافتراب سرعة الريح تتراح من 15 إلى 20 عقدة وريح تكون جنوبية شرقية جنوبية كذلك شرقية بالنسبة للشابة خليج جيبس وجربة البحر يكون قليل الافتراب سرعة الريح تتراوح من 10 إلى 20 عقدة نتعديه لدرجات الحرارة المتوقعة ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية تقس مشمس بين وقشة 40 درجة بالدار البيضاء 27 بالرباط بعض السحب 26 درجة بالجزائر 31 بترابلوس تقس مشمس كذلك 31 بالقاهرة أيضا 31 بالمدينة المنورة 41 درجة بمكة المكرمة تقس مشمس 38 درجة بالدوحة أيضا تقس مشمس 38 درجة 41 بأبوظبي 44 بالكويت مع بعض السحب نمشق 26 ببيروت 27 درجة بعمان 26 ببغداد تتواصل درجات الحرارة المرتفعة أيضا 41 درجة وأمتار بالقدس الشريف 27 درجة بالنسبة لبعض الدول الأوروبية باستنبول يكون فيما بعض الخالي الرعدية والأمتار 20 درجة موسكو 9 درجات أثينا تقس مشمس 28 بفيانا كذلك أمتار و22 روما 26 أمستردام أيضا أمتار وخلايا رعدية 19 درجة برلين 20 درجة مع بعض السحب وسحب أيضا بكوبنهاجن و15 درجة بلندن يكون فيما بعض الخلايا الرعدية أيضا والأمتار 18 درجة بريز أمتار أيضا 21 بستوكولم 10 درجات وجونيف أمتار 19 درجة بريكسيل 20 درجة مرسيليا أيضا أمتار 22 مدريد أيضا 22 لكن تقس يكون مشمس في بعض السحب لشبونا أيضا 22 درجة نتعدي ونشوفوا حالة التقس كيفاش بيش تكون ليمت جاية في بلدنا نهارة 3-4-7 أكتوبر يبقى التقس في بعض السحب أحيانا تكون كثيفة خاصة بعد الظهر البحر يكون مضطرب على كافة السواحل الريح تكون من القطاع الشمالي بشمال ومن القطاع الجنوبي بكل من الوسط والجنوب درجة الحرارة بيش تتراوح بإذن الله ما بين 30 إلى 36 درجة يوم الخميس 8 أكتوبر يبقى التقس فيه بعض السحب أحيانا كثيفة خاصة على المناطق الغربية بشمال البحر يكون قليل الاضطراب مضطرب بالنسبة لخليج جابس الريح تكون من القطاع الشمالي بكل من الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب كما قلنا استقرار في درجة الحرارة نتعدى الأوقات الشروق والغروب الشروق بإذن الله يكون على الساعة 6-18 دقيقة والغروب يكون على الساعة 5-56 دقيقة كانت هذه حالة التقس لليوم كان عندكم أكثر استفسارات زوروا الموقع ماتيو بونتيين ولا أطلبوا الموازع الصوتي 88-40-0 ليلتكم زينا تسبح على خير موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة